تأخذ منه history تسألو عن اسمه وسنه والresidence والأيتيمز بتاعة history كلها ما هي إلا data أنت عملت لمها من الpatient بعد كده بتقوم تبدأ أنت تعمله examination general examination كل ده برضو أنت عملت لم من الpatient بتاعك وتأخذ منه data بعد كده بدأت بناء على history والexamination هتبدأ تطلب من الpatient ده أنه هتطلب منه شوية investigations اعمل لي كذا وكذا وكذا مش هتقدر توصل لdecision making إلا لو مريت بالخطوات دي كلها وعشان تمر بالخطوات دي كلها لازم يكون عندك good quality history taking بتعرف تسأل السؤال بطريقة سليمة وبتاخد الإجابة بطريقة سليمة هو ده يفرق معايا طبعا لو أنت ما عندكش الـ skill بتاعت asking the right question لو مش عندك لو مشترين دي تعمل examination بشكل كويس لو ما وصلتش من history والexamination لي الinvestigation الصحيحة اللي تطلبها من الـ patient كل ده يخليك في الآخر توصل لي inaccurate diagnosis و inaccurate diagnosis معناها أن أنا هعمل inappropriate clinical management يبقى أنا هباوز الدنيا تماما لو أنا معرفتش أكليكت الـ data بشكل بشكل سليم مش بس كده أنا data بتاعت لازم ألمها بشكل reliable بمعنى مثلا لو طلبت من الـ patient لو يعمل blood test فلازم الـ blood test ده أشوف أنا محتاج أن أنا أعمله fasting sample ولا sample دي تكون post-brandial هل الحاجة اللي أنا العينة اللي أخدها من الـ patient دي محتاجة أن أنا أحطها immediate اللي مثلا في تلجأ أو حاجة ولا الـ tube اللي أحطها فيها أو الـ container اللي أحطها فيها مفهود يكون شكله عامل إزاي أنا خدت عينة بس العينة دي ممكن ما تدينيش reliable data لو أنا ما عملتش handling لي sample اللي أنا خدتها دي بشكل appropriate فبالتالي آه أنا خدت خدت العينة صح بس ما عملت لهاش handling ما عملت لهاش management بشكل سليم فبناءنا عليه الـ result اللي هتطلع عندي هتبقى مش مزبوطة وجمعنا كأطباء مدركين أهمية الكلام ده كويس جدا لازم أكون عندي good quality history taking عندي trend كويس جدا أن أنا أقدر أعمل clinical examination بالإضافة كمان أنا لازم التست اللي أعملها الـ patient عشان نوصل للdiagnosis لازم تكون reliable test إيه علاقة الكلام ده كله بي بمحاضرتنا أو بالـ data management في الـ research هو نفس الكلام بالضبط أنا مش هقدر أعمل مش هقدر أعمل study إلا لو أنا قادر أعمل collection وهنجل الـ data بتاعتي بشكل professional عشان أقدر أوصل لـ statistical analysis أو qualified statistical analysis بعدها أبدأ أوصل لـ quality لـ results اللي هطلع بيها من study بتاعتي فبالتالي high quality data collection دي دي skill skill لازم نحن نتعلمها ولازم نحن نتدرب عليها ونشتغل عليها بحيث أن في الآخر تكون الـ data بتاعتي الـ quality بتاعتها كويسة جداً بالتالي قادر أخرج منها بنتيجة وانا لو مش عندي لو داخل البحث ومش عندي فكرة عن الـ data اللي أنا هلمها في البحث ده مش عندي فكرة عن هلم الـ data دي ازاي مش عندي فكرة ايه أنواع variables اللي أنا هلمها من المبحثين ما عنديش فكرة هعمل لها statistical analysis ازاي يبقى أنا في الآخر مش هقدر أوصل لـ results من البحث بتاعي وبالتالي برضو مش هقدر أوصل لـ conclusion ومش هقدر أوصل لـ decision making في النتيجة بتاعتي أو النتيجة بتاع البحث بتاعي فبالتالي الـ data management من أول ما أعمل data collection لحد ما أوصل إن أنا أعمل data presentation كلها جزء مهم جداً وفايتال جداً في الكانيكا الـ research أو في الـ studies اللي احنا بنعملها بشكل عام الـ data management تشمل حاجات كتيرة جداً من أول ما أنا قاعد كده جات لي الفكرة بتاعت البحث طبعاً عارفين إيه الخطوات اللي بعمل بها بحث علمي أنا شايفين دي المحاضرة السابعة بالنسبة لكم فأكيد أنتم عارفين إيه الخطوات اللي بمشي فيها عشان أعمل بحث علمي أي بحث علمي بيبدأ به observation مثلاً لاحظت حاجة فبناء على observation دي بدأت أن أنا أصغها في صورة hypothesis وبعد كده حطيت فروض والفروض دي صغطها في صورة research question بعد كده بدأ أنا أحط زي بالـ different study designs اللي احنا نعرفها بعد كده بعد محاطرة study design طب هشتغلوا على مين فبحدد الـ target population اللي هشتغل عليهم بعد كده الـ target population دي أنا مش هدر أشتغل عليها كلها فيأخذ منها عينة أو sample فعندي هاخذ representative sample عن الـ population عشان أدر أشتغل عليها بعد كده الـ sample دي هبدأ أن أنا أجادر أو ألم منها الـ data فمن أول ما بدأت أن أنا أدزاين الـ form أو الطريقة اللي هلم بيها الـ data من الـ participant بعد كده بدأت أن أنا فعليا أنزل ألم الـ data دي بدأت أن أعمل لها data entry بدأت أن أتأكد من الـ validity بتاعت الـ data بتاعتي بعمل لها cleanup لو أنا عندي مست data هتعامل معها ازاي لو عندي حاجة في الـ data not valid أو not reliable هتعامل معها ازاي بعد كده بدأ أن أنا عمل لها statistical analysis وقتب الـ report بتاعي اللي فيه conclusion بعد كده أعرض النتائج بتاعتي كل ده يدخل تحت مسمى الـ data management من أول الـ design بتاعي الـ study نفسها وإزاي هدزاين الـ data collection forms أو هلم البيانات دي إزاي لحد في الآخر ما وصل ليه الـ conclusion بتاعي من البيانات دي وإزاي نعمل data presentation أو هعرض نتائج الـ study بتاعتي هل الكلام ده مهم طبعا الكلام ده مهم جدا لأنه هدفي في الآخر إن أنا أبروفايد high quality data بدنا أحافظ على إن أنا عندي المينمم أو low as possible number of errors ومissing data وطبيعي إن يحصل لي missed data طبيعي إن يحصل error في data collection بس أنا يعني لازم أحافظ على هذا as low as possible إن أنا مش عايزة عندي missed data كتير مش عايزة عندي error في data طب لو عندي missed data وفي error في data بتاعتي هتعامل معاها إزاي أو هتخلص منها إزاي بالإضافة أن أنا برضو عايز أوصل لأكبر كم ممكن من data اللي تخص البحث بتاعي عشان أقدر عمل لها statistical analysis وأخرج منها ب finding and conclusion تخص research أو بحث اللي أنا بعمل طيب عندنا في الموضوع ده مواضح كتير جدا كل موضوع من دول ممكن تعمله محاضرة كاملة لوحد وإحنا ممكن نعمل محاضرة كاملة عن data design إزاي أننا design the form اللي هل لدي build it إزاي أعمل questionnaire إزاي أسأل السؤال عشان أوصل زي بالظبط كده ما احنا بنتدرب على history taking من patient إزاي برضو في research أسأل السؤال بالطريقة اللي تجيب اللي تجيب المعلومة من الparticipant وأحط الإجابات دي أحطها categorize ولا أحط الإجابات أسيب الإجابة مفتوحة أنه يقول الإجابة اللي هو عايزها فإحنا عندنا موضوع كامل إزاي design questions وإزاي design questionnaire أو الاستمارة بتاعة البحث نفسها في موضوع تاني إزاي collected data والmethod الطرق المختلفة للdata collection الdata دي ممكن المها في interview ممكن أخذها من records اللي موجودها في المستشفى ممكن أخذها في أوزع questionnaire self-administered اللي بياخد questionnaire هو اللي ملاب نفسه في طرق كتيرة جدا ممكن أعمل focus group discussion ممكن أعمل methods كتيرة جدا للdata collection ودي برضو موضوع لوحده الdata entry والdifferent software بتاعة الdata entry اللي برضو نعتبر موضوع تاني الوحده تماما إزاي عمل data entry إزاي كهول الdata بتاعتي وعمل لها coding وديها أكوان وبعد كده دخلها إزاي ترقية softwares المختلفة المتاح الحاجة زي كده طب لو عندي missed data هتعامل معها إزاي لو عندي error في data هتعامل مع error ده إزاي حتى ما وصل برضو كل item من دول لها المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها إزاي عرض data بتاعتي زي عمل statistical analysis كل حاجة من الحاجات دي لها الموضوع بتاعها في الحقيقة نخترت نتكلم معاكم عن حاجة لو فيهنها كويس جدا بقية المواضيع بنسبة لها هتبقى سهلة ويتقدر أن انتو تقروها وتفهموها حتى لو ما اشتغلتوش في بيوستتاستيكس أو لو مشتغلتوش في الشغل بتاع أجيد كلنا هنعمل research بس مش كلنا هنشتغل بيوستتاستيكس فبما أن كلنا هنعمل research فالجزء المهم اللي لازم كلنا نعرفه مش لازم كلنا نعرف بيوستتاستيكس بس لازم كلنا نعرف يعني ايه يعني ايه variable وايه الانواع المختلفة بتاعة ال data فانا اخترت النهاردة ان انا اكلم عن ال data نفسها يعني ايه كلمة data من اول ما عمل لها collection وanalysis وinterpretation وبعد كده ابدأ ان انا عمل لها presentation او اعرض data يعني معطيات او بيانات هي كلمة لاتينية جاية من كلمة datum ومعناها معطة something given حاجة باخدها هل في فرق بين كلمة data وكلمة information او في فرق بينهم ان data هي عبارة عن piece of information وهي مش معلومة هي حاجة مين انجلس يعني لو مسألك انت وزنك قد ايه فتقول مثلا انا وزني كذا طول اك اك طول كذا دي كلها piece of information بس ممكن نخرج منها بمعلومة ان ان الاندكس بتاعك كذا which mean ان الشخص ده underweight او normal او overweight او هكذا يبقى الديتا انا باخد المعطلات دي ك pieces من information كذا pieces من information كده انا انا اعمل لهم analysis مع بعض واطلع منهم بknowledge او اطلع منهم بinformation اطلع منهم بمعلومة زي لما يسلواحد البلود بريشر بتاعه دي data لما ابدأ اعمل analysis او interpretation للديتا دي واقول normal blood pressure the hypertension the hypotension اكي اطلعت بمعلومة من الديتا دي بها برا عن measures without meaningful knowledge مش بريديني meaningful knowledge بس هي piece من information لما بجذر الديتا دي وابدأ ان اعمل لها analysis كده مع بعضها بطلع في الاخر information وبطلع بknowledge الديتا دي لماها في صورة اي بل لماها في صورة variables يعني انا باخد الديتا من الparticipants بتوعي في صورة مجموعة من variables يعني variable variable يعني متغير متغير ازاي او يعني ايه كلمة variable دي متغير بمعنى ان انا لما اسأل كل element من الpopulation بتاعتي يعني ايه population الناس اللي هعمل عليهم study يعني element كل شخص في study بتاعتي هو element يعني لو انا بعمل الدراسة دي على طلبة كلية الطب فرقة الاولى والتانية والتالتة يبقى الpopulation بتوعي مين طلبة كلية الطب الفرقة الاولى والتانية والتالتة طيب element مين كل طالب في كلية الطب من الفرقة الاولى والتانية والتالتة دخل معايا في الدراسة هو بالنسبة لي element طيب هل element دي لازم تكون افراد لا مش لازم تكون افراد لو انا بعمل الدراسة بتاعتي على الوحدات الصحية عايزة اشوف ماذا مطابقة الوحدات الصحية او قد ايه هم الهي اللي هم اخدرها من وزارة الصحة هيكون ساعتها ال element بالنسبة لي هو الوحدة الصحية فانا مثلا عملت دراسة دي على 10 وحدات الصحية يبقى الوحدات الصحية كل وحدة الصحية منهم بالنسبة لي هي element طيب بلم الديتا دي ازاي من الديتا بلم مه منهم في صورة variable فلو انا هلم الديتا مثلا من مريض مثلا عنده ضغط الvariable اللي هلم منه لو انا سألته عن سنه الage ده variable variable لانه بتغير من مريض للتاني كل مريض هسأله هيديني different answer لو سألته عن gender بتاعه ده متغير من مريض للتاني حد هيقول لي male وحد هيقول female لو سألته عن duration بتاعت hypertension بيينه كم سنة كل واحد هيديني different answer فvariable ليه variable لان الاجابة variable او متغيرة من element للتاني لو كل الالم تدوني نفس الاجابة كلهم males كلهم females كلهم تدوني نفس الanswer في الحال دي ما بقاش الvariable ده بالنسبالي ما بقاش variable ده بقى constant ولما يكون constant فبالتالي مش هقدر ان انا دخله في statistical analysis بتاعي لانه مفيش فرقات كل الpopulation قدتني نفس الanswer يعني لو انا فخلاص 100% منهم مصريين فبالتالي ده مش variable فبالتالي مش هقدر انه دخله في ال statistical analysis بتاعي لانه مش هيطلع statistical difference هقارنهم بمين فالاصل في الابحاث عندي ان انا عندي بلم الديتا في صورة variables variable لانه متغير من element للتاني اي variable برمز لي ب capital liter اقول variable x رمز بتاع variable بتاعتي ب capital liter من بقى جدا لانه اعرفت ان انا عندي data بلما في صورة variables اهم حاجة بالنسبة لنا كلنا اي حد هيعمل research هيعمل paper هيشترك في بحث مع حد هيعمل رسالة مهم لنا كلنا ان احنا نكون اعرفين انواع variables لانه لان انواع variables هي اللي بني عليها كل حاجة بعد كده في statistical analysis وفي methods of interpretation بتاع results والطرق بتاع data presentation كل ده معتمد على نوع variable زي ما هتاخدوا بعد كده في المحضرات اللي هتاخدوا فيها statistics انا هنا استخدمت statistical test الفلاني استخدمته ليه عشان نوع variable كذا انا هنا عرضت data بتاعتي بطريقة بالfigure الفلاني استخدمت الفجure ده ليه وما استخدمت حاجة تانية عشان نوع variable يبقى كل الشغل اللي هتعمله في data بعد كده معتمد على انواع بتاعة variables او types of variables انا عندي نوعين كبار من variables الvariables هي اما تكون numerical اما تكون categorical يعني ايه numerical numerical يعني numbers وبسميها اسمي تاني quantitative او numerical او numbers يعني data رقمية او data كمية النوع التاني حاجة اسمها categorical او qualitative variable بنا عندي نوعين numerical او quantitative data رقمية و categorical او qualitative دي بتكون data كيفية تعالوا برضو نفهم اكتر ايه الفرق بين data الرقمية وال data الكيفية دي القوالي او categorical data ده معناها ان options اللي انا بديها لل participant في ال question ده تقع في within categories بمعنى مثلا لما قولوا ال educational level بتاعك فهيقول اما illiterate اما primary او intermediate او secondary حسب level بتاع education او مثلا تعليم جامعي او تعليم ما بعد الجامعي حسب level education هو هيختار category من ال categories دي بس قلوا عن residence بتاعه عايش فين هيختار مثلا هو عايش والاجابات عندي urban rural في الحضر او في الريف المحافظة اللي هو جاي منها عندي محافظات كذا وكذا وكذا هيختار المحافظة اللي هو جاي منها الناشونال بتاعه الريليجن الجيندر كل دي عبارة عن categories لو الالمن تختار category منهم فهو اكيد لا يقع في category التاني ما ينفعش كل ما يجوز في اكتر من category في نفس الوقت يعني لو سألت واحد عن الجيندر بتاعه يا ميديا في ميل شايف هياخد two categories في نفس الوقت لو سألت واحد عن السموكينج بتاعه هل هو smoker أو non-smoker أو x-smoker برضو هياخد واحدا من الكategories ما ينفعش يكون في اكتر من category في نفس الوقت فالquاليتيتف أو category هالديتا دي الـ options اللي بتكون قدام الparticipant أو قدام الـ element انهو يختار هو في اي category من different categories المتاحة للvariables We can't occur together ما ينفعش انهو يكون موجود في اكتر من category في نفس الوقت لو سألت واحد عن blood groups فهو A P A P O مش هيدر يكون اكتر من blood group في نفس الوقت الكategorical variable برضو هرجع اسمها مرة تانية لثلاث أنواع طيب ما احنا خلاص عرفنا انها categorical وكل ها categories ليه برجع اسمها مرة تانية لأنواع برضو ارجع واقول لك ده هيفرق حسب ايه الstatistical test of significance اللي هستخدموا ليها ايه الماثل of data presentation هقارن الvariables ده بالأذب variables ازاي هيعتمد برضو على نوع الvariables ده يبقى الكategorical variables ده ممكن تبقى الكategories ده عبارة عن مجموعات ملهاش اي ترسيب زي مثلا مسأل واحد الناشناليتي بتاعتك مفيش ترتيب للناشناليتي ملهاش رانك لما اسأل حد ملهاش رانك ملهاش ترتيب كذا او كذا مش هيفرق لو قلت ال-A قبل ال-P او قبل ال-AP مش هيفرق في ال-results بتاعتي مش هيفرق في النتيجة بتاعتي يبقى المنال data ده عبارة عن الكategories ولكن الكategories ده ملهاش ميننج في ال-order مفيش ترتيب ليها يفرق معايا في النتيجة او ordering system ليه معنى او ملهاش رانك تمام لو ال-Nominal variable ده ال-options اللي جواه just two options مثلا عن gender male female عن smoking smoker non smoker درجتك في الامتحان pass or fail residence urban او rural لو الاجابات بتاعتي اجابتين بس بسميها binary او dichotomous categorical variable في الاخر هي برضو nominal لانه ملهاش ترتيب يبقى categorical variable الاول نوع عندي nominal nominal دي عبارة عن مجموعة من categories المجموعة الكategories دي ملهاش ترتيب معين ملهاش ترتيب ليه معنى طب لو الكategories دي اتنين بس بسميه binary او dichotomous طبعا كنا قلنا كل nominal وخلاص هرجع nominal ملهاش ترتيب يبقى اكيد فيه نوع تاني اين ليه rank او ليه ترتيب الordinal data هي مجموعة من variables ولكن variables دي ليها ترتيب وانا عندي اقدر رئيس المسافة ما بين كل ترتيب والتاني يعني لما اسألك الGBA بتاع كام A أو B أو C انا عندي مسافة واضحة اقدر رئيسها بين A والB واضحة بين B والC واعرف انت لو جبت score كام هتتحرك من B تبقى A أو هتحرك من C تبقى B لو انا بسألك عن ال staging بتاع tumors مثلا APT اللي احنا عارفينه هو ال M T ال M دي ليها 0 1 ال N ليها كذا T ليها كذا كل واحد منهم ليه واحد 2 3 على حسب ال stage بتاع tumor وانا عارف المسافة ما بين 0 و 1 عارف امتى هقول على tumor اللي هو M0 وامتى هقول عليه M1 امتى هقول عليه T0 أو T1 أو T2 عارف الكلام ده وعارف امتى هتنقل من category لcategory تانية واضح رحم ordering لي الكategories دي يبقى ايه انواع categorical variable ممكن يكون nominal nominal ده عبارة عن categorical ما لهاش order ما لهاش ترتيب لو الكategories دي عددها 2 بس بسمي binary أو dichotomous لو الكategories دي ليها rank أو ليها ترتيب معين بسمي ها ordinal لي باعرف كل الكلام ده لانه مهم جدا عشان اختار statistical test of significance واختار اختار الطريقة اللي هاعرض بها results بتاع النوع الثاني من variables هو quantitative variable فحنا خلصنا النوع الاولان اللي هو qualitative أو data الكيفية النوع الثاني هو quantitative variable أو data الكمية الquantitative variables دي يعني ارقام الارقام دي هتبقى حاجة من اتنين هي اما discrete numbers هي اما continuous numbers يعني ايه discrete numbers يعني ارقام مفيش بينها كسور يعني اسألك انت عندك كم اخ تقولي عندي اتنين تلاتة اربعة فيش حد هيرد علي وقولي انا عندي اخين ونص ليه لانت discrete number discrete number بمعنى انه فيش fractions في الارقام دي وما الcontinuous ايه لا الcontinuous ده ما بين number والنمبر فيه عدد لا نهائي من الفractions يعني مسألك انت عندك كم سنة تقدر تقولي انت عندك 20 سنة وثلاث شهور واربع اسابيع ومش عارفة كم يوم وكم ساعة وكم ثانية وكم جزء من الثانية فيها fractions كتير جدا في النص يبقى discrete variables هي عبارة عن numbers النمبر دي ما فيش fractions ما بين الارقام خالص زي مسأل حد عندك كم اخ مثلا عندك كم اوضة في المستشفى عندك كم سرير في المستشفى دي عدد الأطباء في المستشفى دي قد ايه لو انا قدامي بلاتفل وبعد عدد الارب بعمل counting فده غالبا numbers ما فيش فيها fractions دي بتبقى discrete quantitative variable طيب لو في fractions في النص هتبقى continuous هي اما discrete دي حاجة انا بعمل number بعد عندي كم سرير في المستشفى الارب في الفيلم عدد ايه عدد الاطفال في الفاميلي كل دي ما ينفعش ان اقول ان انا عندي ثلاث سرير ونص في المستشفى ما ينفعش يكون فيها fractions ما ينفعش انا بعد سلز اعد fractions في دي حاجات عدد كده discrete number تعم الcontinuous دي عبارة عن numbers النمبر دي جواها ايه جواها fractions زي لو بقياس لحد blood pressure بقياس الage بقياس height كل الحاجات دي ارقام جواها ايه جواها fractions لو حد طوله مثلا 170.3 170.5 يبقى في fractions قدر اقولها بعد discrete number نفسه نجي اقسم الcontinuous variable ده مرة تانية لنوعين من الvariable حاجة اسمها ratio حاجة اسمها interval الratio variable ده variable ليه true zero يعني true zero يعني لما قلك انت وزنك قد ايه وتقول لي zero معناها ما فيش وزن خالص طولك قد ايه وتقول لي zero ما فيش طول مش موجود اصلا البالس ينفع عيس لحد البالس بتاع ويقول البالس zero ميت ما فيش فيها رقم zero يبقى الratio continuous variable الزيرو بتاعتها true zero معناها ما فيش فعلا لما يجي مثلا بقول لك عديلي مثلا عدد الcancerous cells او عدد البالس في البلوت فيلم ده وتقول لي zero بلوت cells معناها انه فعلا zero دي true zero بتاعها حي انما الانترفل الزيرو بتاعها zero معناوي يعني ايه zero معناوي يعني عند كلمة zero فيه اياس فعلا الزيرو ده ليه معنى مش true zero حاجة مش موجودة اصلا انما في interval variable zero ليه معنى زي ان انا ممكن اقيس لحد اقيس درجة الحرارة لحاجة مش لانسان طبعا لحاجة ولا درجة الحرارة zero او sub zero ابقى variable ده موجود موجود والzero قيمة من ضمن القيم بتاعته زي بقيس درجة الحرارة لو انا مثلا حد في الفضاء مثلا بقيس gravity في areas هلأي فيها gravity zero لو انا بقيس IQ عندي zero فيه تحت zero فالcontinuous variable ده ممكن يكون عبارة عن numbers وجوة numbers فيها عدد لا نهائي من fractions الفراكشنز ده ممكن تبقى ratio هو ممكن تبقى interval هقول على variable ratio امتى و interval امتى حسب zero هل zero ده true zero صفر حقيقي صفر حقيقي بمعنى انها لما قولك ان الحاجة عددها zero فهي فعلا zero يعني ما فيش قيمة ولا zero ده zero معناوي ليه معنى زي درجة حرارة zero درجة جدا اتمنى انتو تطلعوا بيه من محاضرة النهارده ان انا عندي انواع variables نوعين كوهور اما qualitative اما quantitative qualitative variables او categorical variables ده عبارة ال variable بتاعي ده عبارة عن categories زي لما اسأل حد gender بتاعه يامي 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 الكاتيجوريز الكاتيجوريز دي بقسمها ثلاث انواع اما نوم categories بمعنى انه مجموعات ملهاش rank وملهاش ترتيب يامى categories هم اتنين بس مش اكتر من كده فبسميه binary او dichotomous واتفقنا ان ال binary ده subtype من النوم categorical variable يامى ال variable ده ليه ترتيب بسميه ordinal variable بعد كده quantitative variables دي ارقام والارقام دي هتبقى حاجة من اتنين discrete numbers يعني ارقام مفيش fractions في النص يامى continuous variables ما بين كل number والتاني في عدد لا نهائي من النمبر discrete numbers كأن بعد واحد اتنين تلاتة اربعة بعد حاجة ال continuous number لأنا بقيس حاجة والحاجة دي بقيس ها في fractions في الرقم بتاع زي نقيس ارتفاع او وزن او طول او في ارقام في النص طيب ال continuous variable دي يا اما تبقى ratio يا اما interval حسب الزيرو بتاعها هل الزيرو ده true zero تبقى ratio هل الزيرو ده relative zero يتبقى interval ايه اهمية ما اعرف كل الكلام ده في الاخر بقى اقول لك الحاجة دي يعمل لها personal correlation الحاجة دي يعمل لها personal correlation experiment correlation حتى نلاقي الحاجة دي يعمل لها مش عارفة اعمل لها analysis banova test تست هستخدم انواع مختلفة من statistical test of significance هحددها بناء على بناء على نوع data اللي عندي طيب لو انا لميت data في بحث وبعدتها لحد على خطر يعمل statistical analysis ولقيتوا عملي statistical analysis test الفلاني برضو اسأله طب انت ليه عملت كذا انا عايزك تعملي هنا correlation مثلا ليه ما عملتش correlation ليه عملت كذا فلما يرد علي اصل نوع الvarie وليس مش هينفع فيه انا عمل التست العلاني اكون انا فاهم حتى لو انا ما اشتغل باي statistics انا فاهم هو ليه اشتغل الاحصاب به الشكل ده او ليه عمل التست او ليه ما عمل ش كذا ليه لان انا اقل واجب ان انا اعرف ايه انواع الديتا ايه الديتا بتاعت الديتا بس ايه ايه دوقتي عرفت انواع الديتا المختلفة هلم الديتا دي بقى ازاي احنا نسألين من شوية في المقدمة بتاعت المحاضرة ايه هي المثلز بتاعت الديتا انا ممكن ألمها في صورة فورم او قوستشنير ممكن ألمها انا اعمل انترفيو مع الاليمنتز او البرتسيبنز اللي داخلين معايا كريسيرش فاخر الديتا منهم مش بخليه self-administer مش هو اللي بيملى الكوستشنير بنفسه لأنا بقعد معايا وبعمل الكوستشنير في انترفيو او هو اندبث انترفيو انا بسأله الاسئلة واسيب ويقول كل الاجابات اللي عنده وطريقة الاناليسي بتاعت كل طريقة فيهم سواء الاندبث انترفيو او الستركشر انترفيو اللي بيبقى الاناليسي بتاعت كل واحدة فيهم طبعا مختلفة او انا ممكن اتاخد الديتا دي observation انا بدخل المستشفى معايا استمارة كده في ايدي فيها check list وانا بدخل مش بتكلم خالص مثلا مع التمريض او مش بتكلم مع الناس اللي في المكان ده بس طبعا واخد اثكا لانا اعمل حاجة وبدخل وبدأ ان انا اشوف هل هم هل الممرضة بتعمل infection control measures بشكل جيد ولا لا هل بتطبق الحاجات بتاعت patient safety ولا لا وابدأ ان انا اتشك معايا check list عشان اشوف انا اعمل مثلا دراسة عشان اشوف ادي احنا الguidelines بتاعت infection control او الguidelines بتاعت patient safety او حسب الان بتاعت الستاري بتاعتي استاذ حضرتكم دقيقة واحدة بس رقع دقيقة اي اذا اترها رجعت مرة تانية بيبقى ممكن يألم الديتا في صورة form او questionnaire ممكن يألم interview سواء كان depth interview او structured interview ممكن في صورة observation ممكن انا مقابلش elements بتاعت الستاري بتاعي خالص ويألم الديتا بتاعتي في decuments او records الموجودة في المستشفى انا الدراسة بتاعتي هعملها لما تيطروا الطرق المختلفة ل الستاري عندنا حاجات prospective وحاجات retrospective انا الدراسة بتاعتي هعملها retrospective هروح اجيب الفايلات الموجودة في المستشفى وهبدأ ان انا اطلع الديتا من الفايلات دي وعمل لها statistical analysis ما قابلش elements خالص ما عملش معاه interview مدت له مش questionnaire يملو انا خدت الديتا بتاعتي كلها من documents او الموجودة في المكان ده ممكن الم الديتا بتاعتي بحاجة اسمها focus group والفوكس group دي عشان اصلا اقدر اعمل focus group discussion وليها عدد معين من participants يكونوا فيها في طريقة معينة لإدارة الجروب ده وزي ان انا اسألهم السؤال بطريقة معينة وقاليد الديتسكشن اشوف الناس هتكلموا ازاي في الموضوع ده او في التوبك ده وبنتطرب عليها بشكل عملي اكتر كمان من ان احنا نقول مبارد محاضرة كده online بنتطرب بشكل عملي ازاي احنا بنعمل الفوكس جروب ديسكشن دي ممكن oral histories ودي اكتر فيه في الqualitative research مش في الابحاث بتاعتنا ممكن استخدم اكتر من طريقة للديتا كوليكشن في البحث بتاعي مش شرط البحث بتاعي كله يكون فورما أو كوشنير أو ريكورد ممكن استخدم اكتر من طريقة في البحث بتاعي كافية من ضمن الطرق ان انا ممكن ارزل صفحة الفيسبوك بتاع حد وابليكيشن وعين ابدأ ان انا اكوليكت ديتا من الفيسبوك اكاونت بتاعه وابليكت ديتا معينة منها وابدأ ان انا غيرانيا من استخدم الحاجات دي في social studies يعني يمكن احنا اكتر حاجات هنستخدمها هي والكوشنير والأبزيرفيشن طبعا والدوكومنت والريكورد دي الحاجات اللي هنستخدمها اكتر في medical research الحاجات اللي بقى يبقى ال focus group والoral history الكلام دي كلها بنستخدمها اكتر في qualitative research او الابحاث اكتر اللي هي لها علاقة بالsocial studies طبعا يعني مثلا انا هعمل paper form او هعمل questionnaire المفضل انا بحاول بقدر الامكان تكون الاسئلة واضحة سهل انها تتملة بسهولة اسيب مساحة كافية للاجابة لو هيكتب رقم مساحة كافية انه يكتب الرقم ده لو هيجاوب اجابة كتابية اسيب له مساحة كافية انه اجاوب الاجابة دي لو انا حاطت options اسيب مساحة كافية انه يختار options دي احاول ان انا ورق ملون عشان ما يبقاش مسلا ممل الفونت بتاعي يبقى واضح عشان ما يسبش اسئلة في النص احاول ان انا الفورم بتاعتي يكونش طويلة جدا لانه كلما تبقى طويلة كلما الparticipant هيزي باسئلة كتير فبتالي يكون عندي missing data كتير خاصة انه ورقية انا ميدي له فورم ففيش اي ممكن الم data بطريقة الالكترونيك وممكن دوقتي اغلب ابحثنا بنعمل استمار جوجل فورم او مايكروسوفت فورم وبنبدأ نبعادها ل الparticipant على online اول حاجة الاصلاع لازم تكون اول حاجة الوريجنال data اللي اعملتها او الوريجنال فورم اللي اعملتها تكون عندي وكل ما اعمل تعديل عليها احتفظ بالنسخة اللي اعملتها قبل التعديل لان انا ممكن احتاج ان ارجع لها مرة تانية برضو اتأكد ان ما خليش كل الاسئلة واربعتها في الفورم خليها sections او خليها layers كل ما يجاوب layer يتنقل لل layer التانية لازم اجربها اكتر من مرة واتأكد ان الالكترونيك فورم شغالة بشكل جيد وما فيش فيها اي error او ما يكونش فيها miss the date الحاجات اللي انا محتاجها جدا في البحث بتاعي احاول انا اخليهم اللي هو لازم يجاوب مثلا السؤال ده دي برضو محاضرة كاملة لوحدها ايه هي data collection forms وازاي اصمم استمارة بحسية وازاي اصممها بشكل ورقي او ازاي اصممها بشكل ايه بشكل electronic من الحاجات اول خالص لما اتكلمنا وقلنا ليه موضوع الريسيرش ده الdayta manage منتها متا مهمة جدا في الريسيرش وقلنا لان انا في الاخر عايز اوصل لhigh quality data لان انا لو ما عنديش high quality data وreliable data مش هقدر اوصل ل conclusion كويس مش هقدر اعمل statistics بشكل جيد طيب ensure data quality ازاي مش مفروض ان انا بعد ملم الdayta كلها افاجأ ان انا عندي مشكلة لا ان افرود ان انا في مرحلة من اول ما انا بعمل design الdayta for برجع اكتر من المرة وبانشور الحاجة دي شغال بشكل جيد بانشور ان السؤال ده فعلا بيقيس الحاجة دي ما افجأش بعد كده ان انا سألت السؤال غلط او ان انا سألت السؤال ومحطتش الoptions المفروض تتحط في الاختيارات او كان ناقص حاجة نفيد ان انا احطها فدائما بيكون عندنا continuous data وانا شغال في البحث من اول تصميم الاستمار نفسها او تصميم study tools انا هلم الdayta ازاي بعد كده كل ما بتواجهني صعوبة او بتواجهني مشكلة في الdayta collection برجع مرة تانية وعدل المشكلة دي وعالجها quantitative سهل ان انا وانا بعمل data manage بعد كده احاول quantitative لqualitative زي ايه مثلا يعني بدل ما تلم الvarable من الpatient normal blood pressure hypotension hypertension لم الvarable بارقام وجوه الdayta entry او جوه الاستاتيستيكا اناليسي احنا ممكن نحاول سهل نحاول الارقام دي الكاتيجوري سهل ان انا اقول بالرقم كذا الرقم كذا هحط في الكاتيجوري الفلانية لو انت بتلم اعمار الناس لمها اعمار زي ما هي بعد كده احنا في الاستاتيستيكا الاناليسي دي نحاول لفوق الستين وبتحت الستين مثلا لو انا عايز اقسمها ال different categories في اي variable اقدر المه بصورة quantitative بفضلك لمه بصورة quantitative عشان ما تفجئ بعد كده انا مش عارف اشتغل الاناليسي لان الغلطة اللي انت غلطتها من انت لميت الvariable ده والitative وكان المفروض ان انت تلمون بشكل quantitative انا اقدر احول اي quantitative variable لcategories بس مقدرش ارجع مرة تانية لquantities لو انا لما اعمار الناس في الو categor فوق 60 وتحت 60 عمري هذا ارجعها لcontinuous variable ابدا لما الGBA بتاع الطلاب A B C D عمري ارجعها مرة تانية لدرجات وهكذا الData Quality موضوع كبير جدا ولازم في كل خطوة من خطوات البحث بتاعي انشور Data Quality عشان خاطر انا في الاخر عايز High Quality Data عشان اطلع High Quality Reliable Data عشان في الاخر اطلع بconclusion للبحث او الستري بتاعتي طيب انا خلاص لميت الData كلها وبقى معايا بيانات كتير كده وHigh Quality Data وكل حاجة ابدأ بقى اعمل الData دي Data Entry على الDifferent Software اللي بنستخدمها للData Entry ممكن اشهرهم او اسهل لهم اللي موجودة على كل الكمبيوترات بتاعتنا هو الExcel sheet دخل الData بتاعتك على Excel sheet هو عبارة عن Rose وColumn كل من الColumn دي هيمثل Variable يعني دخل Age Gene Residence Occupation كل واحدة في Column كل Row من Rose هيمثل عندي Element لو انا عندي العينة بتاعتي او انا شغال على 90 participant هيبع عندي 90 Row واخد منهم 10 Variables هيبع عندي 10 Column عشان اوصل في الاخر دي دجوز مثلا من من الData Set بتاعت او الSpread Sheet بتاع Data من United Study خد منهم Gender Gestational Age Gestational Days Birth Weight Smoking هل المذر كان تسموك هرول لا الابجر بتاع البيبي لما تولد كان 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 دي Variables كل column من الColumn دي كل عمود منهم يمثل Variable وكل row منهم يمثل Elements يبقى احنا تكلمنا عن ايه احنا تكلمنا عن يعني ايه Data Management يعني ايه Data اصلا ال Different items بتاعت Clinical Data Management ايه اهمية اساسا ان انا يكون عندي High Quality Data ومرنا سريعا كده على Methods of Data Collection مرنا سريعا على Data Entry بس اخذنا بالتفصيل ايه ال Different Types بتاعت Data و Different Types بتاعت Variables اتمنى ان انا اكون افتتكم في المحضرة القصيرة دي اه اتمنى يعني لو حد عنده سؤال او عنده استفسار عن اي حاجة ممكن اتفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر